نتابع الحديث في موضوع غلو الشيخ المفيد واتباعه للمفضلة المفوضة الغلات وهو الفصل الثاني من الباب الرابع يقول الله يوصل النبي بالإمام علي لكي يضفي الشيخ المفيد مزيدا من الصبغة الدينية عن الإمام علي بن أبي طالب فقد روى بسنده عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جده الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى صدرة المنتهى نوديت يا محمد استوصب علي خيرا فإنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة ولا نعرف من اختلق هذا النص الذي لم يروه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم الغلات من الإمامية أم محمد الباكر الذي أسس نظرية الإمامة الإلهية وعلى أي حال فإن الإمامية ينفردون به فلا حجية فيه ولا يمكن التصديق به الله يأمر النبي بتفضيل علي وفي هذا السياق يروي الشيخ المفيد بسنده عن أبي جعفر محمد بن عني الباكر عن جعفر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله إن جبرائيل نزل علي وقال إن الله يأمرك أن تقوم بتفضيل علي بن أبي طالب خطيبا على أصحابك ليبلغوا من بعدهم ذلك عنك ويأمر جميع الملائكة أن تسمع ما تذكره والله يوحي إليك يا محمد إن من خالفك في أمره فله النار ومن أطاعك فله الجنة فأمر النبي مناديا فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وخرج حتى على المنبر فقال أيها الناس إني مبلغكم عن الله جل اسمه في أمر رجل لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو الذي انتجبه الله من هذه الأمة واصطفاه وخلقني وإياه وفضلني بالرسالة وفضله بالتبليغ عني وجعلني مدينة العلم وجعله الباب وخصه بالوصية وأمر الناس جميعا بطاعته وإنه عز وجل يقول من عداه عداني ومن ولاه ولاني يا أيها الناس اسمعوا لما أمركم وأطيعوه فإني أخوفكم عقاب الله هذا مولى المؤمنين وحجة الله على الخلق أجمعين ولم يقتصر الغلات على الحديث عن وصية الله للنبي بعلي وإنما قالوا بأنه ناجى علي بنفسه ووضعه شريكا في الألم مع النبي محمد الله عليه وآله وإن جبرايل أملى على علي قرآنا وإن علي عرج إلى السماء ليصالح بعض الملائكة المتشاجرين فيما بينهم وهذه أساطير مغالية لم يذكرها المفيد في كتبه لم يذكرها المفيد في كتبه ولكنها وردت في كتاب منسوب إليه ومشكوك بصحته وهو كتاب الاختصاص ولذلك لا يجوز لنا أن نحاسب المفيد عليها ولكن نرفضها وندين ترويجها حتى تحت غطاء كتاب مزور باسم المفيد وهو كتاب منتشر حاليا في الحقيقة زواج فاطمة بأمر الله تعالى يروي المفيد مرسلا عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول يقول لفاطمة وقد جاءت ذات يوم تبكي وتقول يا رسول الله عيرتني نساء قريش بفقر علي فقال لها النبي أما ترضين يا فاطمة أني زوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم ألما إن الله اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار منه أباكي فجعله نبيا واطلع إليهم تعنيا فاختار منهم بعلكي فجعله وصيا وأوحى إلي أن أنكحك إياه أزوجك يعني النبي يذهب إلى كربلاء ويلتقط دم الحسين وينتقل الشيخ المفيد من روايات الأرث المغالية الأرث السماوي يعني إلى روايات الحزن فينقل عن أمي سلمة قالت خرج رسول الله من عندنا ذات ليلة فغاب عنا طويلا ثم جاءنا وهو أشعث أغبر ويده مضمومة فقال أسري يبي في هذا الوقت إلى موضع من العراق يقال له في كربلاء فأريت فيه مصرع الحسين من ابني وجماعة من ولدي وأهل بيتي يعني شاف مثل فيلم يعني وأهل بيتي فلم أزل ألقت دماءهم فها هي في يدي وبسطها إلي فقال خذيها واحتفظي بها فأخذتها فإذا هي شفه تراب أحمر فوضعته في قارورة وسددت رأسها واحتفظت به فلما خرج الحسين من مكة متوجهة نحو العراق كنت أخرج تلك القارورة في كل يوم وليلة فأشمها وأنظر إليها ثم أبكي لمصابه فلما كان في اليوم العاشر من محرم أخرجتها في أول النهار وهي بحالها ثم عدت إليها آخر النهار فإذا هي دم عبيض فصحته هذه رواية أن قلها الشيخ المفيد أيضا الإمام علي يعلم الغيب ويعرف قاتله رواء المفيد في كتاب الإرشاد تحت عنوان الأخبار التي جاءت بذكره عليه السلام الحادثة قبل كونه وألمه قبل حدوثه عن الأسبغ بن النباتة قال إن أمير المؤمنين أخبر ابن ملجم مسبقا بأنه قاتله وهنا يتدخل الشيخ المفيد فيحاول أن يخفف من مقولة ألم الإمام بالغيب التي تتنافى مع القرآن الكريم فيقول إن علم الإمام بالغيب ليس مطلقا ويرد على من يقول إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا ويؤكد إن الأمر على خلاف ما قال هذا القائل يعني وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكمة في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان الأحداث تكون بإعلام الله تعالى له ذلك فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان يعني جيد هنا توقف الشيخ المفيد ليسأل عن الأدلة والحجج والبيانات ويضيف إن القول بأن أمير المؤمنين كان يعلم قاتله والوقت الذي يقتل فيه فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول وجاء أيضا بأنه كان يعلم قاتله على التفصيل فأما علمه في وقت قتله فلم يأتي فيه أثرا على التفصيل يعني هو شوية خفف الحديث يعلم أنه يقتل ويعلم القاتل ولكن في أي ساعة في أي يوم ما كان يعرف والملفت هنا أن المفيد يسأل عن الحجة والبيان والأثر لينفي جانبا جزئيا تفصيليا من الغيب في حين يروي ما يشاء من الروايات الغلات دون أن يتوقف ليعضد كلامه بأي حجة أو بيان أو أثر وتسخر كتبه المختلفة بالروايات الغلات عن إخبار الإمام علي لرشيد الهجري عن كيفية مقتله في المستقبل وصلبه وقطع لسانه وإخبار مولاه قنبر بقتل الحجاج له وهذا أيضا من الأخبار التي صحت يقول شخ المفيد وهذا أيضا من الأخبار التي صحت عن أمير المؤمنين بالغيب وحصلت في باب المعجز القاهر والدليل الباهر والعلم الذي خص الله به وحججه من أنبيائه ورسله وأوصيائه وعندما يسمع الإمام خبر وفاة خالد بن عرفطة يرفض التصديق به هذا يتابع الشرح المفيد ويقول مه إنه لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بن جماز يشير بذلك إلى وقعتك البلاء حيث بعث ابن زياد بعمر ابن سعد إلى الحسين وجعل خالد على مقدمته وحبيب صاحب رايته وأخبار ميثم التمار إمام علي أخبار ميثم التمار الذي كان عبدا لامرأة من بني أسد إن اسمه ميثم وليس سالم وهذا من جملة الأخبار عن الغيوب المحفوظة عن أمير المؤمنين وذكره شائع والرواية بين العلماء مستفيضة والذي كان من أمير المؤمنين من هذا الجنس ما لا يستطع إنكاره إلا مع الغباوة والجهل والبهتي والأناد فهو يؤيد الألم بالغيب وأخبار أو أخبار مروان بن الحكم الخائف من الموت بعد جرحه في معركة الجمل بأنه لن يموت قريبا لا والله ما أنت لما بك ميت وستلقى هذه الأمة منك ومن ولدك يوما أحمر وعن الأصبغ بالنباتة قال سمعته يقول إن رسول الله علمني ألف باب من الحلال والحرام مما كان ومما هو كائن إلى يوم القيامة كل باب منها يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب حتى علمت ألم المناية والبلاية وفصل الخطاب وعن الأصبغ بالنباتة لما جلس أمير المؤمنين في الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد وقال سلوني قبل أن تفقدوني ولولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة وهي آية وهي آية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب علم الأئمة بالضمائر والكائنات يرفض الشيخ المفيد القول بعلم الأئمة بالغيب بصورة مطلقة ولكنه يقول إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطا في إمامتهم وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف أو للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم وليس ذلك بواجب عقلا ولكنه وجب لهم من جهة السماء أن نسمعنا أخبار فصدقنا بذلك فأما أطلاقوا القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليه من الغلات هو في الحقيقة كان في حزب الغلات ولم يعرف نفسه الإيحاء إلى الأئمة إن المفيد يعترف ويقول إنما منعت من نزول الوحي عليهم يعني رفضت هذا الكلام والإيحاء بالأشياء إليهم للإجماع على المنع من ذلك والاتفاق على أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا صلى الله عليه وآله يوحى إليه فقد أخطأ وكفر ولحصول الألم بذلك من دين النبي والإمامية جميعا على ما ذكرت ليس بينها خلاف ولكنه يعود فينقض كلامه بالقول باستماع الأئمة كلام الملائكة دون رؤية أشخاصهم وجواز يقول وجواز هذا من جهة العقل وأنه ليس بممتنع في الصديقين من الشيعة المعصومين من الظلال ربما يقصد أئمة الشيعة المعصومين من الظلال وقد جاءت بصحته وكونه للأئمة ومن سميت من شيعتهم الصالحين الأبرار الأخيار واضحة الحجة والبرهان وهو مذهب فقهاء الإمامية وأصحاب الآثار منهم أصحاب الأحاديث يعني وقد أباه بنو نوبخت وجماعتهم من أهل الإمامة لا معرفة لهم بالأخبار ولم يمعنوا النظر ولا سلكوا طريق الصواب بنو نوبخت كانوا شيئا معتدلين كان يرفضون كثير من الأشياء ولكن الشيخ المفيد ينتقدهم ويهاجمهم أنه لا يعرفون الأخبار لا معرفة لهم بالأخبار ولم يمعنوا النظر ولا سلكوا طريق الصواب علم الإمام يزداد ساعة بعد ساعة ويعيد المفيد رواية هشام بن الحكم مع الرجل الشامي الذي يستدل بألم الإمام الصادق بالغيب على إمامته من الله هشام بن الحكم هكذا يقول وقول هشام للشامي هذا الجالس يعني أبا عبد الله الذي تشد إليه الرحال ويخبر بأخبار السماء وراثة عن أب عن جد وقول الصادق للشامي أنا أكفيك المسألة يا شامي أخبرك عن مسيرك وسفرك خرجت يوم كذا خرجت يوم كذا وكان طريقك كذا ومررت على كذا ومر بك كذا فأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول صدقت والله صدقت والله ثم قال أسلمت لله الساعة يعني كأنه النبي مخبر يعني وراثة عن أب عن جد أنه النبي والأم سابقا كلهم يعرفون هذا الرجل الشامي متى يخرج من الشام ويأتي إلى منا للحاج ويمر على ماذا ويمر به ماذا هذا كلام يعني خيالي بالحقيقة وسطوري ويعلق المفيد على ذلك بقوله وهذا حديث مشهور يعني عنده مشكلة في الحقيقة المفيد في التصديق بالأحاديث أحاديث الموضوعة والمكذوبة والإشاعات والأساطير يعتبر هذه مشهورة ومستفيضة ومتواترة يعني عنده مقاييس مختلفة ومتناقضة أو هو متعمد أو غير متعمد لا أعرف ولكنه يعني كما يبدو من حديثه يقول وهذا حديث مشهور كالذي قبله لا يختلف العلماء بالأخبار في صحتهما وهما مما يدلاني على إمامة أبي عبد الله الصادق أنا بعلم الغيب فإن المعجزات كانت تظهر على يده لأخباره بالغائبات والكائنات قبل كونها كما كان الأنبياء يخبرون فيكون ذلك من آياتهم وعلامات نبوتهم وصدقهم على ربهم عز وجل وأن يوم محمد ما كان يعلم الغيب ولا يتحدث بالغيب إلا ما علموه الله يعني صدق منامات الأئمة يتحدث المفيد عن المنامات الصادقة الأحلام الصادقة المشابهة لمنامات الأنبياء والرسل وارتفاع الشبهات عنهم والأحلام فيقول إن منامات الرسل والأنبياء والعئمة صادقة لا تكذب وأن الله تعالى عصمهم عن الأحلام وبذلك جاءت الأخبار عنهم على الظهور والانتشار أكيد ثابت يعني وعلى هذا القول جماعة فقهاء الإمامية وأصحاب النقل منهم وأما متكلموهم فلا أعرف لهم نفيا ولا أثباتا وكما يلاحظ فإن المفيد يخلط هنا بين الوحي للأنبياء عبر الأحلام والمنامات حسب ما يذكر القرآن وبين أحلام الأئمة الذين لا يوجد أي دليل على صدق أحلامهم وعلى أنهم أئمة معينين من قبل الله وما يرون في مناماتهم مئة بالمئة كالوحي للأنبياء ربما تحدث بعض الأحلام لدى العامة الناس وتكون صادقة ولكن لا يمكن اعتماد عليها مئة بالمئة واعتبارها وحي من الله تعالى هذا ليس بصحيح ولكن الغلو يأخذ بيد الشيخ المفيد إلى اعتبار المنامات نوع من الوحي للأئمة يعني وسوف نتابع إن شاء الله الفصل الثالث من الباب الرابع عن الأنف والتكفير في المذهب البويهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته